اشتركوا في القناة ماذا ترى في الصورة؟ أرنب أم بطة؟ يسهل على الكثيرين رؤية البطة لكن يبدو أن التماس تفاصيل الأرنب مهمة أصعب ولكن سأساعدكم في الوصول لحل اللغز في الصورة فلكي تصل لرؤية الأرنب عليك أن تعرف بأن مناقير البط هي أيضا آذان الأرنب هذه الصورة ظهرت لأول مرة في مجلة فكاهية ألمانية سنة 1892 مع عنوان أرنب وبطة استخدم هذه الصورة الفيلسوف النمساوي لودفيك فيتكنشتاين في نظريته حول إمكانية رؤية الصور وبالتالي فهمها بطريقتين مختلفتين وأجري مؤخرا اختبار لقياس مستوى الإبداع لدى الفرد باستخدام هذه الصورة بحيث طلب من الأشخاص الإجابة عما يرونه في الصورة أرنب أو بطة كما سئل المشاركون هل باستطاعتهم رؤية كليهما مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي استغرقه كل شخص للتعرف على الصورتين معا وأشارت النتائج إلى أن الشخص الذي يستطيع اكتشاف صورة البطة والأرنب بشكل أسرع يكون أكثر إبداعا فماذا عنكم أنتم هل وجدتم الأرنب أم لازلتم تبحثون حسنا سوف أساعد من لم يجده بعد ها هو الأرنب في الأخير اتركوا لنا تعليقا تخبروننا فيه كم استغرقتم من الوقت للعثور على الأرنب دعونا نرى من الأكثر إبداعا بيننا إذا أعجبك الفيديو اضغط إعجاب وشاركه مع أصدقائك كما لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد وممتع